زكاة المال يعني في كتير من الناس ييجي في زكاة المال يقول أعمل منها شنط رمضان وييجي في زكاة الفطر ونخرجها مال خلي زكاة المال مال وزكاة الفطر فطر هذا هو الأصل ثم إن الأصل زكاة المال تخرج مالا عشان الفقير يأتي باحتياجاته قد تفرض عليه في هذه الشنطة أشياء قد لا يكون أولاده بيأكلوها لهو وتكون أحيانا كما بيحدث من بعض الجماعيات عشان يجيبوا كميات يشتروا أشياء رخيصة ودرجة تانية أو تلتة ما تكونش من اللي يليق بالصدقة والزكاة فالشاهد شنط رمضان من الصدقات والزكاة تخرج مال زكاة المال تخرج مال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عددنا حضرتك عندي جار جارة سائلة تقول عندي جارة أخو جزة تاجر مخدرات ممكن يعطي أولادها فلوس وممكن نديها أم لا لأنهم محتاجين أقولها بالله التوفيق هنا ينظر إذا كانت هذه المرأة ستعطي يعني هي الفكرة إيه أن الزوج الزوج بيرتكب المحرمات والعياذ بالله وولاده زوجته وولاده فقراء محتاجين فهما هل يدون فلوس ولا لأنه ممكن يكون بيشرب أو ياخد المال يستخدمه خطأ أو ما شاء هنا ينظر إذا كان الزوج والأولاد غير معاونين له على هذا الأمر ومنكرين لذلك الأمر ومحتاجين نجيب لهم أشياء عينية عشان ما ياخدش الفلوس يجيب بقى مخدرات نقول لهم أشياء عينية أو إذا ضمننا أنهم مش هيعطوه المال أما إذا كان في شك أنهم سيعطوه المال فعند إذن نعطيهم أشياء عينية فقط طالما محتاجين هكذا في حالة أنهم بيعينوه على المعصية فيبحث عن ناس أهل تقوى فهذه الحالة والله تعالى أعلم